مرحبا بكم فتاة مطبخ اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد نهاردة نعمل الجلاش بحشوة فراخ مختلفة طعمة حلو جدا مميزة دا شكله وهسيب لكم صوتة الارماشة في اخر الفيديو بيبقى مرمش من برا طريه وتحفة جدا من جوا معي نص كيلو من الفراخ مقطعة كده زي الشاورمة شرايح بالطول التدبيلة بقى معلقة صغيرة بهارات فراخ نص معلقة فلفل اسود نص معلقة ملح ثلاث معالق او معلقتين كبار زيت ومعلقتين كبار سياسوس انت ممكن تستغني عن التدبيلة دي بتدبيلة شاورمة عادية زي اللي احنا من اي تدبيلة انت معتمدها المكون السريل اي شاورمة ربع معلقة سماء تدعم حلو جدا معلقة صغيرة وكمان معلقة كبيرة خال بس انا نسيت احطها فاحتها بعد كده احط بقى دوب كل التوابل دي مع بعض وانزل بالفراخ او سيبها من ربع ساعة زي ما انت عايزة يعني ربع ساعة بتبقى كفيلة ان هي تبقى جازة اه طاصة عندي على النار فيها حتة دهن صغيرة جدا بس عشان تعزز الطعم وبنزل بالشاورمة بتاعتي كده وافردها في الطاصة انا مش عايزها تنزل ميا كتير عشان ما تبقاش زي المسلوقة اه بعد ما الجنب اللي تحت بيض كده بقلب عن ناحية التاني يعني هنا شوفوا خلاص هي كدت شمعت من الجنبين اه هم شوية الميا الصغيرين دولة اللي نزلوا اللي هسيبهم اه هسيب الشاورمة تستوي فيوه هنا خلاص لو الشاورمة بتاعتي استوت بنزل بقى بصلايا كبيرة مفرومة وكمان فلفلية خضرة مفرومة او فلفلية تانية يعني ممكن تحط فلفل الوين كمان اه دي انا عملت الطريقة دي عشان عندي ابني ما بيحبش يشوف شكل الخضار كده جوه الاكل فكنت بحاولة دريب الفارما فان انت ممكن تحطي البصل متقطع شرايح والفلفل كمان شرايح مفيش مشكلة بقلب البصل كده يتبل وسط الفراخ وبعدين هنزل بقى الفلفل بقلب برضو الفلفل كده تقلبتين احنا بنحب الخضار ميبقاش طري قوي فانا خلاص ثم التقلبتين دولة بس وهطف النار كده الشاورمة بتاعتي بقت جاهزة هسيبها تبرد ومعاي لفة جلاش وطبعا الطريقة المعتادة لاي جلاش ممكن تدينيه بسمنة بلدي او زبدة ممكن تدينيه بسمنة على زبدة سمنة على زيت زي ما انت عايزة بضي هنا الصينية بتاعتي حلوة اول من تحته الجوانب وهفرد الجلاش فلقيت هنا الورقة كبيرة من الجوانب فانا هاقصها هاحدد كده زي ما انت هتشوفي حط لفة الجلاش واتنيها واشوف طول الصينية واقص الباقي ممكن تعملي كده في الطول وفي العرض بس انا عملت كده في الطول بس الباقي ده مش برمية اما تلميه وتعمليه مرة اللي هي الجلاش الكيكتوب جلاش او زي ما انا عملت حطته كده وسط الرئات حطت نص اللفة وبعدين بنزل بالشوارمة بتاعتي واكمل رص الجلاش بتاعي بين كل طبقة والتانية مسحة سمنة بسيطة ما قطرش لان احنا الحشوة بتاعتنا فيها زيت كفاية عشان ما تبقيش بتاكلي كده والدهون عملت شرعلي لو الورقة كبيرة زي ما انا عاملة كده ناحية تتني والناحية التانية تبقى بالعكس بحيس ان الاطراف ما تبقاش تخينة وما تبقاش طعمها حلو بقطع كده الجلاش بعد ما خلصت بكون بقى مجهزة معايا كوباية لبن وفيها بيضة ورشة ملح وفلفل اسود وتخلي بالك من الملح لان احنا حاطين سياسوس وحاطين كمان في الحشوة ملح فما تقطريش على وش الجلاش بكون مش عارفورن على درجة حرارة متين بسق الجلاش بتاعي باللبن ودخلها الفورن اا ما اخدتش حوالي تقريبا اكتر من تلت ساعة كانت مستوية من تحت وولعت لها الشوائم وفوق خدت الوش ده سيبكم بقى تسمعوا صوت القرمشة ان شاء الله اتقربوا يا ايبكم باي باي اشتركوا في القناة